الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني في اليمن لا يتوقف والفعاليات جلها تصب في هذا الاتجاه بدءا من رئيس الدولة وانتهاءا بالشارع الذي ينتظر هذا الحوار ويعلق عليه آمالا كبيرة في تحديد شكل النظام السياسي والانتخابي الجديدين وكذلك الاهتمام بقضايا الحقوق والحريات نعتقد أن البلاد تشير في إعلام في اتجاه الحوار الوطني الذين انتظروا أن يتم تحديد من خلال هذا الحوار الوطني تحديد القضايا الكبيرة التي تهم البلاد مثل شكل النظام السياسي القديد النظام الانتخابي القديد بما يضمن الحقوق والحريات والتكافأ الفرص التحضير للحوار الوطني يتم عبر اللجنة التحضيرية المخولة بالإعداد والتهيئة لهذا الحوار الذي يحظى برعاية إقليمية ودولية وبإشراف مباشر من الأمم المتحدة عبر مستشار الأمين العام جمال بن عمر ما يعطي انطباعا بأن الأمور تسير نحو إنجاز هذا الحوار ومع ذلك هناك من يعتقد بأن التهيئة لهذا الحوار لا تزال غائبة التهيئة مش موجودة عادة لا تزال الأمور مش مهيئة لدرجة الوصول للحوار أو الدخول بحوار الجيش مقسام، الأمن مقسام، الأمور كلها مش بحالة استقرارها يشكل مؤتمر الحوار الوطني الممر الآمنة لليمنيين للعبور إلى المستقبل كما يمثل المرحلة الثانية الأهم ضمن بنود المبادرة الخليجية ومن هذه الأهمية فمن الطبيعي أن تبرز أمامه العديد من الإسكاليات ينتقد البعض إدراج بعض القضايا الثانوية في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني والتي ليست بحجم هذا المؤتمر كالحديث عن زواج القاصرات على سبيل المثال قضية الحوار الوطني قضية كبيرة وقضية شائكة ولا بد من اتخاذ إجراءات تكون بحجم قضية الوطن أما بالنسبة لزواج القاصرات هذا الموضوع يترك لدارة الإفتاء ويترك لوزارة الأوقاف من الإشكاليات البارزة أمام مؤتمر الحوار الوطني نوع ومضمون القضايا والملفات التي ستطرح على طاولة الحوار الوطني وكذلك طبيعة التمثيل وحجمه الذي يتفاوت وفقا لمقترحات بين المائتين والثلاثة آلاف مشارك ناهيك عن الاختلالات الأمنية وعودة الأعمال التخريبية مجلسة مدية شرقية نيوز صنعاء